من هنا من مجمع حمامات السباحة الأولمبية بمدينة مصر الدولية لي على العابة الأولمبية حاجة فوق الخيال حاجة فوق الروعة حاجة من اللي انتو بتشوفوها كده بتشوفوها في الأولمبيات وتقولوا يا سلام لو عندنا حاجة زي كده احنا عندنا ده الحمد لله دلوقتي وإحنا بداه واللي شفتوه النهاردة على مدار اليوم نقدر نقول ببساطة شديدة ان احنا جاهزين بكرة نستضيف ان شاء الله اي دورة أولمبية بإذن الله يعني في قارب وقت ممكن اشرفني وينورني الحديث عن مجمع حمامات السباحة الأولمبية المهندس احمد العيدي مدير هذا المشروع مش مهندس مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي منورك متنورتونا جميعا ان شاء الله يا ربي خليك انا عايزك تحكيلي بقى عن البداية لحد ما وصلنا لهذا المنظر الرائع جدا هو المشروع ده احنا شغالين فيه باننا حوالي ثلاث سنين المشروع على مساحة بنائية تنين وعشرين الف متر مسطح المشروع بتكون من الحمام السباحة الأولمبي ده عبارة عن خمسين في خمسة وعشرين متر في يسع عشر رحارات للمتصابقين ده بالنسبة للحمام الرئيسي العمق العمق تلاتة متر بالنسبة للحمام الغطس موجود برضو حمام غطس خمسة وعشرين في خمسة وعشرين ده برضو عمقه خمسة خمسة متر على ارتفاعات بتبدأ من متر لتلاتة متر لخمسة متر لتمانية متر لعشر متر دي الفيناء او الارتفاع بتاع الكفزات بتاعته موجود ملعب برضو في البدروم شبيه بالملعب الأولمبي ده للتدريب الحمامات السباحة هنا مزودة بأحدث الأنظمة سيستم زي سيستم بحيث السباحي بأشايف أرضية الحمام نفسه بحيث ما يحصلوش أي مشاكل فيه غليات بنتحكي بفهم بدرجات الحرارة الموجودة في المياه المشروع بيسع حوالي ثلاث تلاف متفرج من موجودين فيه مناطق للإعلاميين فيه مناطق الكبار الزوار فيه أماكن المحلات المشروع بتكون برضو من بيزمنت موجود فيه كل المعدات الخاصة بالمشروع اللي هي الفاسيليتي كلها موجود فيه غرف الغليات غرف الترمباط غرف التعقيم والتطهير بتاعت الخاصة بحمامات السباحة موجود برضو فيه المشروع مصادر للطاقة الكهربية متنوعة متجددة فيه معتمدين على الطاقة الشمسية في أشياء كتير فيه برضو تغذيات خاصة بالمشروع أحمال كريتيكا لما نقدرش نفسه خالص دي متوصلة على بطاريات بإضافة إلى مصادر الكهرباء الرئيسية اللي جاءة من الشبكة العممية بإضافة إلى مولد حوالي 2 ميجا يقدر يقوم بأكتر من 20-30% بالأحمال لو حصل لقدر الله أي مشكلة المشروع دلوقتي احنا خلاص مرحلة التنفيذ تعتبر انتهت بنسبة 100% جاء للوقتي خلاص الاختبارات برضو شغالين في مرحلة الاختبارات برضو وصلنا للمرحلة 95% جاءنا هنا زيارات عديدة من الأولمبيات من وزارة الرياضة الاتحاد الإفريقي الناس كلها أشهدت بالمكوت التعليقات كذلك؟ لا أشهدوا بالجهد المبزول في الفترة لأنها فترة زمنية قليلة بدوكوا أي تعليقات سلبية؟ ولا كلها مبهارات كده وزي ما احنا منبهرين؟ لا هو بصراحة الناس منبهرة جدا أن في شركة مصرية قدرت تعمل ده في خلال ثلاث سنين في الوقت الوصير ده والمشروع مساحته كبيرة يعني فيه عدد كبير من غرف الحمامات غرف لتغيير الملابس فيه أماكن كفاتريات مطاعم فهو يعني حضراتك بتدخل المجمع هنا مش عايز تخرج بقى معاك كل حاجة كل حاجة متاحة أنا مش عايز أخرج تلين عاديين معيش ما يقول الأسفة أنا واقف معاك بس ودنيا ساعة جدا يعني نشغل الغليات وننزل كمان أصح من تجاه الغليات فنشغل الغليات وننزل أنا بشكرك شكرا جزيلا وسعيد جدا بحجم هذا الإنجاز بصراحة واضح أنه أنت وكل زمالك عملت شغل عظيم جدا فأنا بشكرك شكرا جزيلا العفو وأنا سعيد إن أنا شفت حضرتك والطأم الجميل ده إن شاء الله تنورونا في زيارة كتيرة إن شاء الله بزيلا شكرا جزيلا